عايزة أطمنكم على محمد الشناوي وإحنا معنا النهاردة هو في جانب من التدريبات أعتقد فيه جزء كده لأن محمد الشناوي النهاردة كان بينفذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات الخاصة ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي عايزة أقول خبر متعلق بمحمد الشناوي محمد الشناوي خلاصه في الجزء الأخير من المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الشهر المقبل في إبريل بإذن الله محمد الشناوي بنسبة كبيرة جداً هيسافر إلى ألمانيا عشان يواصل المرحلة التانية من العلاج والتأهيل إن شاء الله بإذن الله نطمئن على محمد الشناوي وخلاص في المرحلة الأولى في الفترات الأخيرة منها أو في الأيام الأخيرة منها والبرنامج الجزء التاني يعني كان فيه كذا اختيار ممكن يعمل البرنامج التأهيلي فين ولكن بنسبة كبيرة الاستقرار على أن محمد الشناوي يسافر إلى ميونيخ عشان يعمل برنامج التأهيلي في ألمانيا إن شاء الله خلال شهر إبريل المقبل هو على الشاشة قدامكم محمد الشناوي النهاردة نزل بيسلم على الجهاز الفني طبعا لسه الشناوي بيتعامل بإيده واحدة عشان إيده التامية اللي كان وقع عليها وأجرى فيها العملية الجراحية بتأخذ شوية وقت ما يقدرش يحركها في إجراءة تحافظي كده طبي وقدامنا هيل لقطات دي الحصرية لحضراتكم عشان الناس تطمن على محمد الشناوي اللي كان حريص مبارح إن يكون موجود مع زملائه في مباراة الأمس عشان يعني يطمئن على الفريق ويكون متواجد مع الفريق إن شاء الله كمان بإذن الله يعني إن شاء الله بإذن الله ممكن الشناوي كمان يكون موجود مع زملائه في نهاية كأس مصر في مباراة الزمالك في الرياض إن شاء الله بحمد الشناوي يكون موجود مع زملائه يؤذرهم يساندهم يشجعهم يكون متواجد معهم خطوة بخطوة بإذن الله في مباراة نهاية كأس مصر المباراة بطولة ماتش الزمالك يا جماعة بطولة آه فيه قرنفال بيتعمل فيه احتفالية فيه حاجات إيجابية بتتعمل ولكن في الأول والآخر احنا بنتعامل مع مباراة على أنها بطولة فبإذن الله ربنا يكرم الأهل أهو الشناوي في جانب من التأهيل والجاري حول الملعب زي ما بقول لحضراتكم هو في جانب دلوقتي من المرحلة الأخيرة في الجزء الأول من برنامجه التأهيلي استعدادا إن شاء الله للسفر إلى ألمانيا خلال الفترة اللي جاية والتحضير بإذن الله للتحضير فيه البرنامج التأهيلي خلال الفترة اللي جاية بإذن الله